أكد معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي جان أسل بورن وزير الخارجية والشؤون الأوروبية في دوقية لكسنبورغ الكبرى على أهمية معالجة القضايا والتحديات على أسس من العدالة واحترام قواعد القانون الدولي وعبر الوسائل السلمية والحوار جاء ذلك خلال جلسة وباحثات سياسية في مسقط بحثت مسيرة علاقات الصداقة القائمة بين البلدين وسبل تطوير التعاون وتبادل الخبرات والتجارب والمصالح وإنجاز مزيد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال المرحلة المقبلة في مجالات التنوع الاقتصادي والطاقة المتجددة وتجنب الازدواج الضريبي وقطاع النقل الجوي والمجال المصرفي والمالي والعلوم والثقافة كما تناولت الجلسة عددا من القضايا والمسجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك اشتركوا في القناة